بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله مشاهدي العزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستأنف حلقاتي برنامجنا دردشة نحو المعالي بستي عبدالله مرحبا شكرا بيستي مصطفى الحصر الماضية تحدثنا عن ثلاث خصر استي عبدالله مزين بروف ببداية الحصر تذكر ثم مع علاقتها بما بعدها من الخصر العشر سليم صطفى هذه الخصر الأولى خصر مهمة ومهمة جدا ومشعب ثان صاحب المنهاج وضعها الخصر الأوائل ثلاث خصر الأوائل للمنهاج النبوي وسمها تربية وتنظيما وزحفا وكيسميها هاتلاث الخصال الكبرى كيسميها شروط تربية معنى هي الصحب والجماعة والذكر والصدق نعم الصحب والجماعة والذكر والصدق عمل المنهاج النبوي والعمل النبوي والعمل الدعوي كله تربية فبداية السير سواء سيروك الفرضي أو سيرونا الجامعي يبدأ بالتربية لذلك تهوى كثير ما كانوا يردد رحمه الله أن عمله وهو رجل دعوى والث النبوي تربية ثم تربية ثم تربية ولكن هذه التربية طبعا ضف لها الجانب التنظيمي وضف لها الجانب اللي يسميه الزحفي أو السياسي أو الفكري أو كذا فكانت تدثم شروط تربية في المقدمة ولكن تتبعها الخصال السبع التالية واللي أولها يعني اللي هي الخصال الرابعة البذل إذن نحن نجو لها واذا سنقشف هذه الحصة إن شاء الله الخصال الرابعة اللي هي البذل ثم الخامسة اللي هي العلم والسادسة اللي هي العمل هذه الخصال السبع هي تامرة للخصال الثلاثة الأولى أول ما كيف يبدو فعلا صحبة والجماعة يعني البيئة دي التربية زائي الذكر اللي هو العمل الفرضي في اكتساب هذه المعاني التربوية ثم الصدق الإنسان وإخلاصه هذا على قدر قوتهم على قدر ما كتبان ثمرة وأول ثمرة تظهر هي ثمرة البذل البذل العطاء لأن موطن تربية هي النفس البشرية والنفس البشرية جبيلت على الشح على التعلق بالأشياء بأمور الدنيا فإلا فعلا ذاك النفس اللي بداتك تترقف الإيمان ذاك تترقف الإيمان ذاك تترقف الزوج وبداتك الميزان الآخر عندها أكبر ميزان الدنيا أنا ذاك ذاك النفس تعلقها بالدنيا كيضعاف وتشوفها للأخيرة كيقوى وكتبدا أول حاجة كتبان هي الجانب الفعلي العملية وهناك تخص عطيك العطاء أو البذل وهذه ذلك اسمها المرشيد خصلة البذل وماك للبعض اللي كيسميها التضحية واشنو الفرق ما بين هاد لان فعلا كي ناس كيسميها بالتضحية هاد الفرق ما بين لاش اختار هاد كلمة اللي هي البذل العالم الكبير في حالا ناحية اللغة يختار كلماته بدقة وما فهمه ومصطلحته بدقة كبيرة فالبدل هو نقدر نقوله مرادفين للعطاء والتضحية ولكن هادك النفس اللي بدتك التربى على ارتباط بالأخيرة والعزوفة عن الدنيا ما بقتش اشياء الدنيا لها قيمة عندها فتبتدلها يعني ما فلوس ولا الاشياء طاحت قيمتها لانها بتتعلقها بالقيمة الكبرى اللي هي الاخيرة والجنة وطلبوشها الله عز وجل في ذلك اختار انه يختار هاد النفس التربوي لمصطلح البذل اللي هو ابتدال ذلك الشيء الذي يعطى لانه حتى احتقرته حتى النفس ما بقاش عندها في يقيب حتى اعطته في محل تضحية طبعا هاد البذل اللي رع عنده المعنى مقوير مع هاد المعنى ونجيو للتجليد ديال وسي عبد الله معنى هاد الكلمة ديال ديال البذل هي انفاس وأعمق من هاد الكلمة ديال التضحية لانا تضحية في هال الحضور ديال انا وانا قد قدمته انا اعطيت ولبادل فيه غياب هاد الشعور اللي كي بالاكس نعم مقاش النفس مرتبطة بما تبذله من وقت او من مال او لان كل ها امور مرتبطة بالدنيا وهدي معاني تربوية عميقة جدا لذلك بدا بالخيصة التربوية كتبدا تربى النفس وبما انك ماء التربية كي يسقط على ارض الخيصبة ديال الصدق يبدأ في اعطاء الثمار وأول ثمرتين هي البدل ودي ما كيف نقوله هاد مصطفى العقل تيال ان دائما البعد الفرضي لكل خاصلة والبعد الجامعي يعني انت في تشوفك وفي سلوكك اي الله الزوج البرهان الصدق في هاد السلوك هو ذلك العطاء هو تلك التضحية هو بدل المال والخصوص المال بدل المال دائما جاه تقبل بدل النفس فهنا كتبان بانك فعلا شروط تربية وثالية هالصدق بدأتك تعطي نتجه دياله لماذا كتبانوا هاد المعناس يا عبدالله كتبانوا غيب شوية في الامة الإسلامية هذه مسألة الأولى ومسألة الثانية احتى البدل او ما ممكن نسميه بالعمال التطوعي كتبانوا اعمال للجمعيات التي يلمون طمس كنشوفها المساولة كتبانوا رغم الجهود ديالها كسبقها جهود ضعيفة جدا والبدل فعلا كين عند الناس هاد الرغبة في العطاء فكين الناس اللي محسنين كيعطوا عطاءت فرضية كيبني مساجد كيبنوا فقراء كيعولوهم كيبني مستشفيات كين هاد البعد الفرضي للعطاء والبدل وهذا كدليل لأن الإنسان فعلا نراها حامل هم منفسه كيفكر الاخيرته ويقدموني آخرته بل كين من الناس المحسنين اللي كيربط داك العطاء ديره بالمضاعف اللي كيضعف الله عز وجل هاداك العطاء وكين كدليل البدل المنظم على شكل جمعيات كيف قلتي خيرية فهادو جمعيات كينتقل من هالإنسان من داك البعد الفرضي البعد التعاوني على البدل وكيدلوا جمعية خيرية مثلا ولكن المشكلة اللي ما كيتفهمش هو أن البدل عنده البعد السياسي والبعد نسموها العدلي البعد العدلي فهذا العمل التطوعي الفرضي أولى العمل الخيري لا يعوض الأساس اللي خاصة تكون عليه دولة الإسلام اللي هو العدل فالوجه الجماعي للبدل هو العدل الذي يستكره في أمة العصمة وهذا أساس وأصل فكيجي العمل الجمعوي والعمل الفرضي غير مكمل حيث كنقول العدل والإحسان العدل في الدولة خاصة تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم الحقوق ديالهم ولكن معنى كيمكن يكون نقص في هذا العدل جاء العمل الفرضي والعمل الجمعوي يكملوا بالإحسان العدل أو الإحسان يتمموا العدل لذلك تفضت الزكاة والصدقة والبير بالوالدين وجميع أوجه العطاء اللي في هذا بعد ذلك دائما نذكر فيها العمق الترباوي لأنك نسع بدأتك التوازن بين الدنيا والأخيرة بدك يحصل في النفس وطابة النفس للعطاء لأنها تربت وتشوفت الأخيرة في هذا البعد الفرضي وكما ننسوش بإني هذا لن يغني عن العدل اللي هو البدل الجماعي والذي هو واجب للدول أنها تقوم بها والذي هو طبعا من عدم في دولنا المسلمة الإسلامية يعني سعبد الله إحنا الغرض غير إشارات في الموضوع ديال البذل وإلا التفاصيل دياله والشعب دياله هذا إقصادي التفصيلة نعم نريد أن نمر العلم والعمل نعم هذه المسألة ديال الاقتران بينهما وعنجيوا لكل خصلات على حد إن شاء الله نلاحظ بإني قلت بإني هذه السبعات الخيصلة اللي هاي نتكلموا إليها من الآن فصعيدا في هذه الحلقات الثلاثة اللي بقي لنا كلها ثمار ديال سروط التربية أولها البذل دا باك نتكلموا إليها كيفاش العلم يمكن يكون ثمارة مثل ثمار تربية فعلا لأن ذاك الإنسان اللي بدا بصحبة صحبة صالحين بدأ يتنور قلبه بها تلك الصحبة وبدأ يجتهد في ذكر الله عز وجل بدأ يتطهر قلبه بذكر الله ويتنور وهو صادق في طلب وجه الله هذه كلها معاني يتبخر نورها على العقل نسمح هذا القول لذلك حتى العقل كيف ديس جد بنور القلب وراء آخر الدراسات العلمية للدات هو أنه ما كنش فرق ما بين العقل والقلب بل وجده ماديا علميا لأن هناك خلايا دماغية في القلب لذلك القلب يتحكم في العقل فإلا تنور القلب ينظم العقل فعلى قدر ذن تربيتك وذكرك وصدقك يتنور عقلك يتنور عقلك ويتنظم هذه على ما يسمى ثمرة وإلا نتكلم دائما على العلم والعمل لأنه في الحقيقة خاصة ثانية ومرتبطة ثانية في ديننا وفي نهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتعلم العلم من أجل العلم وفي نهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أغرب شعار سمعته هو شعار كان مرفوع هنا في المغرب في شي عمالية تقافية من العماليات هذه شي وزارة الشعبية برا يدى كنن في المغرب شي مرة أريد أن يفتحوا الجامعات الشعبية لتعلموا وشنو الشعار اللي يرفعوا الشعار زمال حملة هو المعرفات من أجل المعرفة نقطع وش حال استغربت لهذا الشعار المعرفة من أجل المعرفة هذا ماله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقرأ ونتعلم من أجل ليس المعرفة لداتها ليس المعرفة لداتها المعرفة للعمل بها ثم العمل عبادي يوصلك لله عز وجل العمل جهادي ينفع به النسس أما أن تقرأ هكذا كسدي التقافة العمّة التقافة على العمّة هذا كثير من التقافة العمّة يعني كي يعرف بزدات وهذا هو المفهود الذي بقيت نقف عنده هو أن هذا العلم الذي يتكلم عن المنهج النبوي هو علم من أجل العمل لدرجة أن المرشد رحمه الله سمه العلم إمام العمل يعني هذا العلم نتعلمه وننظم عقولنا به لكي يعيننا على تحسين وإتقان العمل ليس إلا فإلا كان العلم لا يؤدي لعمل كيف يقول لي واحد لا تعرف فكري كان عم رؤسنا باش نبال بعض الناس ينتقلون من من علم ينفع العمل إلى علم ينفعنا في الكلام وفي المناظرات وفي الظهور على بعضنا البعض لا أقل ولا أكثر فإذن الغاية من العلم الغاية النبوية من العلم مشات فهو العلم للمناظرات العلم جدل وليس علم بناء لذلك في تاريخ الأمة فاش نكسرت الأمة حيث نكسرت الصحبة على الجامعة ونكسرت العلوم الإسلامية هذه اللي بغيت تركز عليه سي عبد الله لأن هذه اللفظة للعلم الكل يسمعها والكل يتداولها ولكن هاد العلم اللي كتتكلم عليه إنسا هاد نسميه بالعلم الكلي ولا بالعلم الجامع بما ده يتميز فين كين للا إضافة كين المعلومات كين تضخيم المعلوماتي إنسان حافظ عند ذاك رمزينك يجمع المعلومات متراكمة وكين العلم اللي فيه العمق القلبي اللي هو نور كما قال واحد الأئمة العظام العلم نور يقذفه الله في قلبي من أحبة من عباده فإذن كيبدأ العلم من القلب والعلم ينظم العقل تنظيما ويفهمه الدينة تفهما ماذا عادما في الأمة فهذا 14 القرن دي التقهقور من سمو النبوة وسمو الخلافة الراشدة والفهم الصحيح اللي يدين هناك إلى التقهقور الذي وردناه مع الملك العاد والملك الجبريل الذي أوصلنا إلى الحظ في كل شيء بما فيه في تصورنا العلم معنى وقى واحد انفصال دي كل علم أصبح مستقلا بذلك ونقشعدنا ذلك النفس الجامع رسول يكون علم شامل روحه الإحسان والإيمان والتقوى كما كان عند رسله صلى الله عليه وسلم وعن السنة الصحابة انكسرت العلوم في انكسار الأمة مع الملك العاد فأصبح تخصصات ها علماء الحاديث ها علماء نجزوا معنا خير الجزاء هاد العلماء حفظوا لنا هاد التخصصات كل واحد شعر براسوم سؤول على أنه يمشي تخصص واحد العلم علم التفسير أو علم الحاديث أو علم فقه أو علم الأصول أو اللغة أو حتى علم التصوف وكأنه كي حفظ لنا هذاك العلم حتى يجي شيء علم جامع وهنا بيت القاصد ليجمعنا هاد العلم ويرضها الأصل ديالها ومحوروها التقوى وتعلق بالله يا عز وجل فالآن المفهم الخاطئ اللي خاص في الحق نتحرم له هو هاد العلم النماطي اللي كنشوفه أمامنا كنشوفه حتى الإنسان عنده تدخل في المعلومات ويعرضها عرضا دون رابط دون منهاج دون غاية لذلك هاد العلم من طبيعته هو أنه علم منهاجي يعني يمنهج لك تفكيرك وينضم لك عقلك إذن هو نور في القلب ونظام وترتيب في العقل وهذا هو المهم على رابط خاصة العلم بالعمل وهو خلق وسلوك في العمل المتقني فإذا حتى نكون هذا دائما في الخاصة صحيحة يعني الأمور منسلكة صعيب أن ننفصله جانب على جانب تعلم مستوى العام سيد سيد عبد الله يعني العلم الخادم إن صح التعبير للأمة تتكلمت على هذا العلم النافس وهو علم معرفتي الله تعالى إصلاح القلب ورامعه دين منهاج عقل وحركة شو الموقع دي لدي العلوم الكونية كنتكلموا فيزياء كيميا ما أنتجته البشرية فهذا العلم الذي نبحث عنه وخاصة إحنا كنتكلموا على هذا العلم ينبغي أن يكون للأمة ليس غير الفرد فقط فهنا عانيت إلى رحتي الإمام المرشيد رحمه الله عز وجل المجدد أفصل ما بين العلم بالمفرد والعلوم بالجماع فهذه اللي كنتكلم عليها علوم يعني أدوات كنتكلمها العقل من أجل صبر أغوار الطبيعة واكتشاف قوانينها في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في كذا ولا في كذا هذه علوم علوم بل احتفل في بعض الكتابات الفرنسية دلوك يقولك لا سيونس بأس ماجسكول العلم ولا سيونس فكين إذا المنهج العلمي والمنهج العلومي هذه العلم كلها اجتهادات طبعا محمودة لأنها تكتشف القوانين اللي يدار الله في الكون القوانين اللي يدار الله في الكون عز وجل لا شيء تصنعها تكتشفها أما العلم بالله والعلم بالدنيا وبالآخرة والوضع الدين كله هذا هو العلم الذي ينفع الإنسان سواء في الحياة دياله أو في الراحة دياله إلى الحياة الآخرة فهذا هو العلم في كتاب الله عز وجل والعلم الذي جاء به رسول الله وأنبياء وهو الدعاة من بعدهم جاي يعلموا الناس فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وإلمهم هذا هو العلم بالفهم الفرضي فعلم ينفعك في آخرتك أولا لأن الحياة الحقيقية والباقية هي الآخرة والحياة الثانية هي الدنيا فهذا هو الفرق بشكل عام معنى اللي فهمت السيد عبد الله أن هذا المصرح ديال العلم نقصود به هو بناء الإنسان نعم والعلوم نقصود به بناء العمران أو بناء الاقتصاد معنى رميم كيف نحقق عدل وازدهار لما كانش عندنا الاهتمام بالعلم 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 بشكل عام ومعرف نعم 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 ربما تلقى بعض خطابات بعض العلماء أقول بعضهم نعم قد ينسى هذا الجانب ونحن المطلوب هو أن تكون عندنا هذا النظرة للجماعية لا البناء الفرد ولا البناء الجماع طبعا بناء الفرد هو الأساس إن الإنسان هو المقصود استخلف الله في أرضه وخاصة ذلك البناء الإنسان يتبنى بناء كامل في قلبه يعني في علاقته بربه ومعرفة ربه في عقله يعرف الأمور التي تحوم حوله ويفرق ما بين الدنيا والآخرة يعرف مني عقله خاص يصل الأخرة وفي عمله يجب أن يتكيف عمله مع فهمه ونوره في قلبه هذا مجهة والعقل طبعا له مجاله التخصصي هو أنه يبدأ ويبتأكر في صبر أغوار هذه القوانين اللي وضع الله في الكون سبحانه وتعالى وقد ما وصل الشيقان القوانين يستعملون بأجل النفعج البشرية وطبعا هذا هذا علم نافع بقصد أنه يكون نافع وصالح غير مفسدين ولا مسرفين كما هو الحل الآن علم كثيرة وظفت الصنان قربه للنووية أو أو الدفع بالنسل الاستهلاك الذي يفسد البيئة أو هذه علم طبعا جنحة عنه فإذا كان الإنسان في علم ضبط هذا العلم الأساسي وأصبح مستخلافا حقيقة على كون الله عز وجل حق الاستخلاف سيوظف هذه العلوم حسب هذا العلم الذي وصله في الاتجاه الذي ينفع البشرية الذي يفسدها الآن الناس يشتكون من حرارة الكون ويشتكون من أمور كثيرة علشنا الإنسان لم يبنى بناء العلم الرباني اللي يجعله مستخلف لك باش ميكونش مفسد في الأرض صلى الله عز وجل ميجال نش مفسدين يوقف هذا الجانب الثاني سي سي عبد الله الجانب العمل لا يفصل هنا عن نهاية الحلقة إلا دقائق تكلمتنا عن العلم ثم عن العمل الغالب الناس يمشون العمل ولكن غير في البعد وهو التعبودي ولكن في جوانب أخرى وشكين شي جوانب أخرى ممكن تكلمنا عنه قرى الصعصة الإيمان ما وقرأ في القلب وصدقه العمل وهذا العمل كان فيه العمل العبادي الجوارحي الذي يقربه الله عز وجل يجب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وكل عمل اللي كان فعناه في أمورنا الدنيوية وأهم شي يجب أن يتوفر على هذا العلم هو الإتقان إتقان العمل الإتقان ومن من ما نسمع من معاني الإحسان الإتقان الإحسان فيه إذن فيه البعد السلوكي الجانب الترواوي سلوكي الله عز وجل وفيه كذلك جانب الإتقان كما فيه الجانب الثالث وهو البر والإحسان ونحن نعود للبدل هذه المعاني المفهوم الإحسان فيجب أن يكون العمل متقنا يعني فيه إحسان وممكن يكون متقن إلا كان عنده هذا العمق العبادي يعني عمل خالص لوجه الله من طلق من الأعماق دي الإنسان يراقب فيه الله عز وجل ويجتهد في اكتساب العلوم نحن هاوة توضيف دي العلوم ويجتهد في اكتساب العلوم العصرية العلوم البشرية من أجل مزيد إتقان هذا العمل أريد في آخر هذه الحلقة أن تعلق على هذه الكلمة نقرأ سؤال الأستاذ عبد السلام ياسين نعم سيعطينا قيمة لمسألة العمل يقول يستحيل أن يكون من المحسنين من لا يكون من أولا وأخيرا من العابدين نعم عمل العبادة هو المؤدي إلى ترقي في مدارج الإحسان التي نحن بصددها نحن نتكلم عن منهاج السلوك يهم الفرض أولا في سلوكه الله عز وجل وهو في مراتب كما قلنا في حلقات كثيرة ومدارج فأول شرط في هذا السلوك هو الصحبة يجب أن ترتبط ببيئة وصحبة تربطك برسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا يجب أن تجتهد في عبادتك لأن هذا الاجتهاد هو العملية سير السلوك نطاقنا من الصحبة ولكن العملية التي ترقيك في مدارج الإيمان فكيف تطلب الإحسان وتشوف الإحسان دون أن تقوموا بعمل العبادة في سلوك الله عز وجل نصلى على الزوج لي وفقنا ويجعلنا من العابدين الذين يتشوفون إلى مراتب الإحسان بصدقين وإخلاص إنها علمية وقدير يا رب أمين وعلى نسمة سيد الدعاء المبارك مشاهدي العزيز نختم هذه الحلقة ونلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله من دردشة نحو المعالي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته